السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معانا فيديو جديد فليكسو بالعربي فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن موضوع فتحنا له فيديوهات قبل كده متعددة وذكرنا قد ايه هو موضوع في غاية الاهمية ويهمنا كلنا كمشتغلين باطبعة الفليكسو موضوعنا النهاردة هنتكلم فيه عن ازاي اقدر احدد او اقيس حجم خلية ستونت الانيروكس سواء كان سلندر جديد او سلندر موجود عندي في المطبعة من فترة وعلى فكرة الموضوع مش معقد وفيه غاية السهولة وفيه احدى الشركات الوفرة الطريقة من فترة كبيرة جدا بتسهل علينا قياس وتعيين حجم خلية ستونت الانيروكس وانا شخصيا جربتها في مناسبات كثيرة واسبتت كفائتها وشركة نفسها بتعلن ان السيستم ده درجة دقته بتصل الى 95% وعن تجربة فعلا هو سيستم جيد جدا حبيت اعرضه لحضراتكو عشان تعرفوا ان ممكن بافسط الاشياء تحدد نقط مهمة جدا وضقيقة جدا انت ممكن تكون متخيلة انها علشان تحصل عليها تدفع كتير جدا من الفلوس في بعض الشركات ممكن تعملها لك وتاخد منك مبالغ كبيرة في حين ان هي ممكن حضرتك تعملها بمبالغ بسيطة جدا السيستم او الطريقة اللي حنتكلم عنها النهاردة هي عاملها شركة اسمها الكاباتش السيستم ده عبارة عن ستريب او شريطة حضرتك بتلزقها على استونت الانيروكس وبتقدر تحدد عن طريق تفريغ الكابسولة اللي موجود فيها السائل المعين اللي بيمشي في مصار معين عليه تدريج بيحدد من خلاله بالزبط حجم خلية استونت الانيروكس في النقطة بس اللي بيقف عندها نهاية مصار السائل وحوريكو شكل الاستريباية هو ده شكل الاستريبة وده السائل اللي حضرتك بتفرغه وبيمشي في المصار اللي احنا شايفينه لغاية ما بيوصل للتدريج اللي احنا عايزينه وعنداني زي ما احنا شايفين هو محدد الفوليوم او الحجم بالبي سي ام وبرضو محدده بالسنتيمتر مكعب على المتر المربع سواء عايز تحدده بالطريقة دي او تحدده بالطريقة دي وقبل كده اتكلمنا الفرق ما بين تحديد الحجم عن طريق البي سي ام او بالبي سي ام وتحديد الحجم بطريقة تقليدية بتاعتنا كلنا اللي هي سنتيمتر مكعب على المتر المربع وهنعرض دلوقتي فيديو عاملي ازاي تستخدم الاستريبة دي فانك تحدد حجم الخلية اللي هو شيء مهم جدا بيفيد حضرتك طبعا زي ما شرحنا في اول الفيديو احنا بنسبت الاستريبة على استونت الانيروكس ويفضل انت تاخد تلات قراءات مختلفة من اجناب السلندر ومن المنتصف يعني بتستخدم تلات استريبات وبيتم تثبيت الاستريبة وبتفرج الاستريبة عن طريق مصطرة بلاستيكية بتيجي مع العلبة اللي فيها الاستريبات وبتتأكد تماما ان السائل تم خروجه بالكامل من الكابسولة الخاصة بيه بتفرج الكابسولة عن طريق الضغط البسيط عنها من الضغط مش قوي طبعا تضغط الكابسولة وبيبدأ يخرج السائل ويمش في التراك او في المصار الخاص به وبيقابله التدريج اللي احنا شايفينه لغاية ما بتتأكد ان كل السائل اتحرك في المصار وخرج من الكابسولة وعند نهاية الخط اللي فيه السائل او نهاية السائل بتحدد بالزبط التدريج اللي وصله وبتقول مثلا نوة وصل لتمانية بي سي ام سبعة بي سي ام خمسة بي سي ام وكده بتوصل للنتيجة تقريبا خمسة وتسعين في المية من الدقة اللي بتقولك حجم الخلية اللي انت عايله وتعيين حجم الخلية جماعة مهم جدا دازم تبقى عارف كمية الحبر اللي بينقلها سطح استوانت الانلوكس حجم الحبر اللي بتشيله الخلية سواء كان السيلندر الجديد او تقادم مع الزمن بالعكس السيلندر الجديد بتبقى نتيجته يعني دقيقة بنسبة خمسة وتسعين في المية لكن السيلندرات القديمة نتيجة التآكل نتيجة الظروف اللي بيتم عليها السدد اللي بيتم عن طريق الاحبار بيحصل لها تغير في حجم الخلية وده بالتالي بيغير وبيأثر على الجودة الطبعية فحضرتك محتاج كل فترة تعرف حجم الخلية وصل لفين عشان لو تخطى او تقل عن 20% او حصل فيه نقص بنسبة تخطى العشرين في المية معنى كده ان حضرتك فقط 20% من كمية وقوة اللي حضرتك حصلت عليها في بداية استخدامك للانلوكس هو لسه جديد بالتالي ممكن تعيد تفكيرك في ان انت تعيد حفر السيلندر او تشتري سيلندر جديد تماما عشان ترجع تاني تحصل على الجودة الطبعية والقوة اللونية اللي حضرتك عايزة فقدي الموضوع مهم قدي الموضوع في غاية الحاسسية شرحنا طريقة بسيطة جدا ولازم نعرف ان فيه طرق تانية غالية ومكلفة لتعيين الحجم قد تكون اكثر دقة لكن الفرق مش كبير لكن بيكون مكلفة جدا زي استخدام الماكروسكوب سلاسي الابعاد اللي تامنه غالي جدا اللي فيه شركات من الشركات اللي بتصنع الانلوكسات واللي من المفترض تلاقيه بس عند الشركات اللي بتصنع استوانة الانلوكس كنت معاكو في فيديو صغير لكن اعتقد ان هو مهم شاير الفيديو لكل الناس اشترك في القناة انشر المعلومة وان شاء الله نقابلكم في فيديوهات تانية كتير وبعتذر الانقطاعي فترة طويلة عن عرض الفيديوهات بسبب وفاة الولدة رحمة الله عليها اللهم ارحمة واخفر لها واجعل مثواها الجنة هي وموت المسلمين كنت معاكو محمد كشك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته